السلام عليكم ورحمة الله يلا بسم الله الرحمن الرحيم توقعنا الله محاضرة اليوم هي محاضرة مقدمة تعرفية وتنضم للجهود اللي الأخوان القائمين على الجروب بادروا فيها لحتى ننشر المعرفة ونساعد بعضنا ونتعلم من بعضنا رح أخذ أنا طرف أو زاوية شوي بالمواضيع اللي حأحكي فيها ورح أحكي بشكل أساسي على بتقويم الأسنان أو الراصفات التقويمية الشفافة اللي هي متل ما أكتركم بعرف أنه بأتبار إلى حد ما السورة الحالية بيعلم تقويم الأسنان بعرف عن حالي أول شيء بالنسبة للأخوان اللي ما بيعرفوني أنا أسمي فراس الخطيب طبيب أسنان متخارج من جامعة دمشق من سوريا وأخذت ديبلوم بتقويم الأسنان من جامعة باريس بفرنسا وماجستير بتقويم الأسنان من جامعة الدانوبي النمسا بعدين حصلت على شهادة طب الأسنان الأمريكية بأمريكا هون وبشتغل حاليا أستاذ مساعد بقسم تقويم الأسنان بجامعة ساوثن رينو يونيورسيتي أو S.I.U بإضافة لشغلي بالعيادات بين السعودية بالرياض وأمريكا أضيت فترة طويلة بالرياض كخصائية تقويم أسنان قبل ما انتقل على الولايات المتحدة وأدرس فيها وأشتغل فيها مثل ما أنها هي محاضرة تعريفية أول شي نتعرف على بعض ثاني شي أعطي فكرة عن التقويم بالراصفات الشفافة أو وأعطي فكرة عن المحاضرات اللي ممكن أعطيها إن شاء الله بهذه القروب وكيف تكون لحتى الأخوان اللي حابين يتابعوا معي فيها يكون عندهم فكرة واضحة شو يتوقعوا وكيف حنكمل وعلي أساس خليني أقول حقبني المنهج تبعي نكمل فيه مع بعض الفكرة أنه نستمر ببوض الفترة إن شاء الله 2021 ما بعض بواقع أنه كل أسبوعين محاضرة كل خميس بمثل هالوقت أول وثالث خميس من الشهر بمحاضرة والفكرة أنه أقدم منهج كامل بيبدأ من الأساسيات إلى الأمور المتقدمة إن شاء الله ورح أحكي عن شيئات بآخر المحاضرة السؤال اللي دائما نبدأ فيه خليني يقول ليش نحنا محتاجين تقويم الأسنان هالإختصاص هاد ابتسامة مثل الابتسامة اللي شايفينها هلأ على الشاشة هي بتقلل ثقة الشخص بنفسه برجع مرة تانية متل ما أنه الموضوع التجميلي أكيد كل اللي عاتنا بنعرفه قديش بتأثر الأسنان المصفوفة المرتبة على ثقة الشخص بنفسه وكل اللي عاتنا بنعرف قديش الشخص اللي عنده مشاكل بأسنانه بيحاول حتى باللاشعور إنه يخفي ابتسامته ويخفي أسنانه اللي اشتغل تقويم بياخد بشكل متكرر وبشكل دائم قبل ما يبدأ الحالات بيعرف أنه أحيانا ببداية العلاج بيلاقي صعوبة ياخد صورة ابتسامة صح للمريض لأنه المريض دائما بيحاول يخفي ابتسامته والشي عم يكون بلا شعور بس لما يخلص العلاج ويجي ياخد الصور بالنهاية المريض عنده سهولة بالابتسامة وبتكون الابتسامة كتير أو عفوية وعم تطلع بشكل واضح وهذا الشي بنعكس أكيد على أسلوكياته الاجتماعية فالناحية التجميدية كلنا بنعرفها وعندنا فكرة تماما كيف تقويم الأسنان بيساعدنا بهالشي الشي الثاني اللي تقويم الأسنان مهم هو للصحة الفموية كلنا بنعرف أنه أسنان مرتبة أسنان سليمة أسنان مصفوفة أسهل للتنظيف وأقل قابلية أنه يصير فيها التهابات لثوية أو تراكم بلاك ويصير الموضوع جدا سهل للمحافظة عليها بشكل نظيف لكن هلأ نحكي على الأمور اللي متقدمة شوية أكثر أسنان خليني يقول فيها بروز بسبب دفع اللسان وبسبب هالشهاد بنلاقي أنه بتطلع أحيانا أو بيصير عندك انحسارات لثوية أو انتصاص عظمي حتى بسبب خروج الأسنان أو دفع الأسنان خارج العظم السنخي فترجيع الأسنان لمكانها بتقويم بيحسن كتير من الصحة اللثوية وبيأمن الدعم العظمي للأسنان وبيحافظ على وجودها واستمراريتها أنا عبتجيني رسائل متضاربة الصوت منيح وناس الصوت مو كتير منيح رحاول علي صوتي قد ما بقدر بتمنى أن يكون الصوت صار أوضح فحكينا على موضوع كيف تقويم الأسنان أو تحريك الأسنان ووضع بمكانها الصحيح كيف بيساعد وبروموت الجنجفل هيلث وكيف بيحافظ على ديمومة الأسنان مع الوقت الشيء الثاني يلي تقويم الأسنان بيساعد فيه هو حاليا ترند كتير كبير بعالم تقويم الأسنان هو المجاري التنفسية العلاقة بين سوق الأطباق خصوصا سوق الأطباق الهيكلي بين الفكين وتأثيره على التنفس فك سفلي متضيق مثل اللي شايفينه مع بعض على الصورة هو أحيانا بيترافق مع ضيء بمجاري التنفس كمان حالات الصنف الثاني اللي فيها التراجع بالفك السفلي كمان بتأدي أحيانا أنه تضغط المجاري التنفسية وصغر أو تضغط المجاري التنفسية بيأدي إلى أحيانا سليب أبنية أو أنه عادات تنفس فموي فك علوي متضيق مثل هاد بيترافق غالبا مع ضيء بمجاري التنفس وبمجاري التنفسية في حين توسيع الفك العلوي وأحيانا غرز الأسنان العلوية وتغيير شكل القوس وبنفس الوقت بيسمح للفك السفلي أنه يصير فيه دوران للأمام أو بعكس أقارب الساعة وبهالطريقة هاي كمان الفك بيتأدم معنا للأمام وهذا الشي بيفتح المجاري التنفسية أحيانا طبعا حيانا في حالات كتير مع أدية محتاجة تدخلات أصعب محتاجة جراحة لحتى تعدل بس حيانا في حالات مجرد تعديل بسيط أو مجرد تقويم مدروس بيعمل معك الحركات البسيطة اللي مثل هاي وتغير الفك السفلي وبيأدي إلى أنه يفتح المجاري التنفسية بشكل ممتاز النقطة الثانية اللي تقويم الأسنان مهم جدا فيها وهي تداخل تقويم الأسنان مع أطباق الأسنان يلي يشتغلوا بتقويم الأسنان لفترة وحتى يشتغلوا تركيبات لفترة طويلة صار عندهم تقريبا معرفة أو قدرة أنه مجرد ما يطلعوا على حالة مثل اللي شايفينها هلأ ويشوفوا اللي عليها أو الانسحال بالعربي على الأسنان بيقدروا يتوقعوا أنه في عندنا مشكلة أنا صارت مجرد ما شوفوا المنظر هذا أتوقع تماما أنه عندي عضة مفتوحة أمامية العضة المفتوحة الأمامية أو بتأدي عنا لمشكلة أنه ما عاد في قيادة أمامية وما في عندك لحتى يحمي الأسنان الخلفية يفصلها بالحركات الجانبية والأمامية وأحيانا مثل الحالة هي سبير ما عنا قيادة نابية أو فإذا ما كان عندك ما عندك الأسنان السوفية ما بيصير فيها بالحركات بالحركات أو للحركات الأمامية وهذا الشي اللي بيأدي مع الوقت لل اللي بيشوفها على الأسنان والسحل الكبير اللي بيشوفها على الأسنان الخلفية كمان موضوع تاني إلو علاقة بشكل كتير كبير بالأطباق هو الصراحة ما بيحضرني شو اسمه بالعربي بس السحل اللي بيشوفه على أعناق الأسنان أو على هي لفترة طويلة لكن دائما دائما منحط على طريقة التفريش الخاطئة عند المريض هذا ما بيعني أنه أحيانا طريقة التفريش الخاطئة ما بتأدي إلى مثل هاي بس لما نكون شايفين عدد أو سحل عند أعناق الأسنان عند بشكل معمم بالفكين يمين ويسار هذا الشيء بخلينا ندور على سبب تاني غير موضوع التفريش وأحيانا وهذا الشيء كمان صار على دراسات كتير أنه السبب الكبير عم يكون فيه هو الأطباق الرضي على الأسنان وبسبب ميلان الأسنان أو محاور ميلان محاور الأسنان للشكل للداخل للليساني أو لل بالشكل شايفينه بيساوي على أعناق الأسنان وبأدي أنه القوة تتركز بهالمنطقة وبأدي بالأخير إلى تآكل بأعناق الأسنان وانحصارات لثوية كده لما تكون معممة بهالطريقة هاي يتدور على سبب أطباقي عادة تعديل محاور الأسنان وتعديل الأسنان الخلفية بيسهل أو حيانا بيوقف البروغرس تبع الرض الأطباقي الحالة هاي نفسها بتقرب فيها شيء تاني منشوفه اللي هو النفس اللي حكينا عليه السحل على الأسنان الخلفية وصلنا نعرف هلأ أنه الأطباق الأمامي إلما ما يكون عنا أطباق أو قيادة أمامية أو بتساوي عنا السحل على الأسنان الخلفية وهذا الشي شايفينه هون بالأوبن بايت يلي شايفينه الدور الثاني المهم لتقويم الأسنان هو دور اللي بيسميه الحالات الحالات اللي بتطلب أكثر من تخصص لحتى تقدير توصل لنتيجة مرضية اللي تخصص واحد أحيانا ما بيعطي نتيجة حلوة أو ما بيعطي النتيجة اللي نحنا نتأملها حالة مثل اللي شايفين قدامنا حاليا إذا عم تحاول تطلب ابتسامة حلوة تخصص واحد صعب يعطيها يعني تركيبات صعب يعمل جسور أو حتى أنه يعدل المنظر الحي تظل دائما أوف حالات مثل هي محتاجة تعاون بين أكثر من تخصص لحتى تساويها والتقويم بالعبدور أساسي أحيانا فيها لحتى نقدر نوصل لنتيجة حلوة حالة مثل هي التقويم بسهولة ممكن يحاول يفتح مكان للسن الغائب خصوصا بالمكان الأمامي وبهالطريقة هي بصير عندها مجال أو فراغ لحتى بعدين أخصائي التركيبات أو سواء يعمل أو حتى يحط بعدين و نوصل لنتيجة مرضية وابتسامة جيدة للمريض فكل الأسباب أو العوامل اللي حكينا فيها هي عبارة عن أسباب بتخلي تقويم الأسنان علم مهم وبتقدي أو بتشرح ندوره ضمن التخصصات الثانية هلا بنجي بقى شوي بنحكي على موضوعنا أكتر اليوم لهو شو هو التقويم بال شو المبدأ تبعه وشو الفكرة هلا المبدأ بشكل عام إنه المريض بيلبس سيريز أو سلسلة من الأجهزة البلاستيكية الشفافة كل واحد مصمم بطريقة لحتى يحرك الأسنان درجة بسيطة لحد ما نوصل للصفة اللي احنا عم نحاول نوصل هاي الفكرة بشكل بسيط هلا كل جهاز بفروض نحرك السن بين 0.1 0.25 أو 0.1 لربع ميلي مو أكتر لأنه أكتب من هيك بتصير الحركة ما تصميم الحركات عادة عم يكون عن طريق سوفتوير أو برنامج عن طريقه بيجي الواحد بيبرمج الحركات بعدين عن طريقه بيقدر يطبع المودلز بعد ما يحرك كل واحد منهم بشكل بسيط يطبعهم وعلى أساسهم يصنع الأجهزة الشفافة نحن في مبدأ نشتغل فيه بتقويم اللي اشتغل تقويم بيعرفوا أنه في عنا الريتينرز الشفافي اللي نفس الشكل هاد مبدأ التقويم الشفاف طلع من هون خاصة الشركة الأم أو الشركة اللي طلعت التجربة كلها هلا اللي بلشت من فكرة أنه واحد هنا كانوا طالبين بجامعة ويحضروا ماجستير بدارة العمال واحد منهم كان عامل تقويم وعمل بس ريتينر مثل هاد شفاف اللي صار أنه أحيانا بيهمل لبس الريتينر ليومين ثلاثة أسنان السفلية بتتحرك شوي لما يرجع لبس الريتينر باعتبار هو معمول بطريقة على صفة الأسنان بيلبسه بعدين بيلاقي أنه الأسنان رجعت لوضعه الطبيعي أو الصفة اللي كانت عليه بعد فترة أصيرة فمن هون طلعت الفكرة عنده طب ليش ما نساوي تقويم كامل في A to Z باستخدام أجهزة متعاقبة مثل هاي واستخدم هو وشريكته بالعمل زيا معرفته بالكمبيوتر صمموا صوفتوير يبرمج الحركات هاي أو عن طريقه يساوي الحركات هاي وبلشوا بهال مبدأ لذلك شركة الفيزاين لما طلعت بالعامل التسعة وتسعين كانت تتعامل مع حركات بسيطة كانت تتعامل مع من بعدين الأمور شوي شوي اتطورت الشركة هي عملوا مليارات لحدها قدروا يوصلوا أو حتى اتطورت الشركة معهم للشي اللي عم نساوي هلا وكيد ما عدت التقويم بالراصفات الشفافة محصور بالحالات البسيطة صار فيه الواحد يعالج حالات معقدة اكتر طبعا ما عام نقول وصلنا للمرحلة اللي هو يستبدل التقويم بالكامل لكن اكيد هو ما هو نفس التقويم اللي بلش من 20 سنة واللي كان يتعامل مع اشياء جدا بسيطة هلا خلينا نحكي على الميزات شوي ليش ليش أو ليش الحاصيرات عفوا للراصفات الشفافة مهمة أو ليش ممكن الواحد يفكر انه يضيف الترسان يتبعه بالعيادة وانه يعالج بهالاسلوبات سواء كان خصائي تقويم اسنان ولا طبيب اسنان عام بتعامل مع حالات بسيطة النقطة الاولانية اللي بتحب اني خليها واضحة انه بحد ذاته هي تكنيك صارت هي ما عادت مجرد صح أو الراصفات الشفافة بشكل اساسي صارت مربوطة بالانفيزالاين باعتبار انه هي اول شركة أو اكبر شركة حاليا موجودة لكن في شركات كتير طلعت حاليا عم تنافس ومبادئ العلاج الى حد ما نفسه تبقى التفوق بين الشركات هو قدر موصوق قدر موصوق قدر الشي اللي عم تساويه وبنعكس والشي الثاني قدرة المواد اللي عم يستخدموها قديش متميزة بين بعض الشركات لكن في مبادئ اساسية بين هي نفسها تقريبا نفس المثال تبع التقويم العادي التقويم المعدني التقويم بتشتري من شركات متعددة من 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 والتكنولوجي ولسه تطول لكن مبادئ العلاج بالتقويم نفسه بالتقويم الحاصيرات الى حد ما سابت اكيد في فرق بالنوعية في فرق بالجودة واحيانا في فرق بالفينيشينج احيانا في فرق بسيطة كل هذا الشيء نعرف ولكن بظل في مبادئ اساسية العلاقة بالبيوميكانيكس بالنهاية الاسنان ما بتعرف شو اللي عم نطبق عليها القوة لا بتعرف انه عم تطبق القوة عن طريق حاصرة او موجودة على الفيشل او ولا بتعرف اذا كان تلينجول ولا اذا كان كلير ولا حتى اذا ولا حتى اذا ولا حتى اذا كان واحد عم يدفشه بيصبعه او اللسان السن او مجموعة الاسنان اذا طبقت عليها قوة طالما هالقوة تعدد عتبة معينة معينة لفترة معينة الاسنان رح تتحرك حكينا انه انه في شركات كتير حاليا صارت عم تنافس ما عاد الموضوع محصور بالشركة الاساسية اللي طلعت اول شي الانفيزالين اللي ستطول هاي فقط على سبيل المثال وليس الحصر الشي التاني اللي عم مصير هلأ كمان انه بعض الانظمة او بعض الابس عم تجيب انهاوس سيستمز بتقدر تتعامل مع وعنده طابعة سليسية ابعاد مع عن طريق بتدار تصمم الكيس وتطبع عنده او ممكن حتى في دكات رصارت عم تساوي او تقضي وقت انها تساوي الحال عندها بعيادتها تعمل انهاوس ديزاين مع انهاوس برينتين طبعا اكيد السيستمز الى فروقات وفيها وعمل الخبرة بيلعب دور لكن الترند ماشي باتجاه انه مع الوقت رح يكون بالعيادة الواحد عنده ممكن هو بسهولة يقدر يعمل والدزاين ويطبعها بوقت كتير اصير خلينا نحكي شوي عن ميزات او شو هي الادفانتج او الراسفات الشفافة مقارنة بانواع التقويم الثاني طبعا الشغلة الاولانية واللي كلياتنا منعرفها واللي كلياتنا واضحة واللي اساسا الناس اللي عنده فكرة عن تعرف انه هي الصورة من اوائل الصور اللي اشتغلت فيها وسوقت لنفسها هو الموضوع التجميلي الفرق بالمنظر بين واحد لابس على سنانه واحد لابس حاصيرات الاشي بيلعب كتير دور عند قبول المريض انه يتعالج او يقبل يساوي تقويم اسنان لما تطرح عليه حل بسيط او تجمي عرفوا انتجميلي ما له مزعج بالمنظر قبوله لفكرة العلاج التقويم يعم تكون احسن وخصوصا بالنسبة الاضغطس او البالغين هلا من التريند الجديد وخصوصا هون بامريكا حتى التين او المراهقين صار عندهم خليون ما عادوا رغبوا مجرد او احيانا بيجو هن بيطلبوا انفيزالاين بعتبار انفيزالاين هون نشيطة جدا بموضوع التسويق لحالة وادرة توصل للمستهلكين بشكل مباشر صاروا هن يجوز تطلبوها هون بامريكا في مناسبات معينة مهمة بحياة الطالب اللي هو محرد التخرج وانتقال مرحلة مرحلة بهم ودائما تكون بها الفترة هاي اسنان ممتازة ونفس الوقت ما في فإذا كان بده يتعالج وهالمناسب الجاية دائما بيحاول يبعد عن اي شي يكون ظاهر خاصة بموضوع الصور هاي الموضوع جدا هون مهم بالنسبة له وهي احد اهم الميزات اللي على اساسها طلعت دراسات كتير يعني عملت على هالموضوع الفرق بين العلاج بالحاصرات والعلاج بالكلير والفرق بال الأورال هايجين خلال فترة العلاج وطبعا مفهوم وواضح انه بسبب الاندركات اللي فيها على كل اسنان هي عامل انه بتخلي يجمع الاكل على الاسنان هي بشكل كبير وصير تنظيفها أصعب بينما كلير تنظيف واحد بيشيلها بينظفها بيشيلها بينظف اسنانه وبيرجع بالبسها حتى نفسه بتنظف بسهولة وبترجع ففرق بالأورال هايجين حتى هون كان في توصيات انه الناس اللي عنده مشاكل ثوية اللي عنده خليني يعني الجهاز المفضل اللي يكون كتير من انه ينطلح فكرة من ميزاته أو ميزات العلاج انه انه بينشال انه المريض عنده قدرة يشيله ينظف اسنانه يعطيه قدرة على تنظيف الاحسن ما بيغير من تبعه ما بيغير من الممنوعات اللي بيصير يأكلون ولي ما بيأكلون تعرف مع فيه اشياء كتير بينحرب مننا الواحد باعتبار انه بتسهل عملية تكسير أو فك أو تفكر من البوند بين والأسنان هذا الشي لحد ما بيرتاح منه بال بيشيله بياكل اللي بده يا بغسل اسنانه وبينظف وبرجع ال لكن هاي ميزة وميزة كبيرة لكن بنفس الوقت هي عفوا هي سيئة أو دسعة تبانتج بنفس الوقت لأنه كونه الجهاز هذا بينشال وبيتركب معناها نحن 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 التحكم بالعلاج بإيد المريض في ناس في ناس يمكن يعتمد عليها في ناس ما يمكن يعتمد عليها في ناس عن طريقة بتقدر تخلص أحلى علاج بشكل حلو وأحلى حالة وأحلى إنهاء باعتبار أنه منضبط وعمل التلزم بالتعليمات تماما مثل لما تطلب من مريضك كيل بس مطط فموي أو الناس اللي بتساعدك بتوصلك نتائج حلوة والناس اللي ما بتساعدك ما بتوصلك لأي شي بس سوء بال المييز الثاني هي المريض تايم بال تايم أول شي بحتاج وقت أقل على الكرسي بكل زيارة ما عدا الوقت الجلسة المهمة اللي بيصير فيها تركيب أو إذا كان في أو أو اللي هو بسحل بين الأسنان عملية الكنترول والسويتش وتبديل هي عملية سريعة ما بتاخد وكمان المريض ما بيطر يجي على فترات متقاربة بياخد دفعة من البيت بينطلب منه إمتى يبدل بيناتهم وأحيانا ما بينشاف إلا كل 8 أسبوع أو 12 أسبوع في ناس بشوفهم كل 3 شهور بيعطي 12 أسبوع ومشوفهم مرة كل 3 شهور إذا كان في مشكلة أو شي هو بتواصل معي غير هيك العلاج ماشي بينما بالتقويم العادي التقليدي إحنا محتاجين نعمل بين الوقت والتاني لحتى الجهاز يضل شغل أو يكون في أكتيفيشن أو الأسنان عم تتحرك طيب هل حكينا على ميزات مهمة من ناحية تسويق من ناحية راحة للمريض من ناحية شكل من ناحية اقتصاديا للعيادة أو الوقت للعيادة هلأ خلينا نحكي عن جزء المهم اللي بيهمنا إحنا كأطباء شو الفرق بالفعالية العلاجية هل في ميزات بيقدم لياها التقويم الشفاف عن التقويم العادي التقليدي أو بالعكس هل في مشاكل مع التقويم الشفاف أو الراصفات التقويمية أو مقارنة بالتقويم التقليدي اول ناحية هي مشاكل بالبعد العمودي أو مشاكل بتقدم إلى حد ما عن البريس مثال حالة مثل الحالة اللي شايفينها لما نبدأ فيها وخصوصا إذا كان عنا عادة بيكون عنا مشكلة نبدأ العلاج اللي تحت بسبب أنه ما في عنا ما في مكان تنحط على على الفيشل لأنه مجلرة ما ركبناها والمريض عضى عليها رح يصير في إطباق عليها وممكن يكسرها أو ممكن حتى أنه يصير بالإنسائز الأدجز تبع أثنانه بقدر يبدأ واحد علاج فوق وتحت مباشرة باعتبار أنه حصير مع البلاستيك لما يتركب غير أنه أحيانا في اللي بتتركب من الداخل بنحكي عنا بعدين إن شاء الله بتساعد بفتح الأطباق أو بتغريس أو بالأسنان من البداية من بداية العلاج النقطة الثانية هو التحكم بال أو كل هاتنا منعرف اللي مارسوا تقويم اللي ركبوا تقويم اه اشتغلوا بتقويم التقليدي مش دائما عنا التحكم أو نحن أول ما نركب على إذا ما كان عنا واضح وحطينا أول دائما بيصير عنا أو هذا الشيء أحيانا بيكون مطلوب جزء من خطط العلاج بدنا بس أحيانا بيكون ما بدنا بيكون نحن بدنا نحاول نحافظ على خليني هداية وما بدنا هالميالان يصير بالأساس بالكلير اللاينر في عنا ميزة أنه الكنترول باللور انسايزر بيكون أحسن عادة بسبب الميكانيكس اللي بتصير فيها السن نفسه محاوط بالبلاستيك من الجهتين الليبيل واللينجول وهذا الشيء بيعطي لحد ما كنترول أكبر وتحكم أكبر باللور انسايزرز هدا أنا شفته شخصيا بحالات خطيرة خصوصا حالات لما دائما تبدأ عندك لور انسايزرز حانا بيكون بروكلايند مشان موضوع المعاوضة السنخية أو بالكلاس تو مع بحالات انتهيت من لما بلشت كنترول تبع توقف بالكلاس تو هالموضوع شوي أصعب مالو مستحيل لكنه أصعب كتير ان الواحد يحققه بالطريقة اللي بده ياها الحالات اللي بيكون فيها لبعض الأسنان بتعطي ميزة لأنه عادة لما نعالج الحالات هاي بنعمل للأسنان لحتى يسهل تحريك الأسنان من وتحررها لتتحرك من وتجي خليني أقول للأطباق الابدنيا هادة الشي بتحقق بشكل بالأطماتيك 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 بالأطباق باعتبار في سماكة البلاستيك اللي بتحرر الأطباق وبتفتح الأطباق للاسنان بتلاقي حركة الأسنان بالكراس بايت أسهل شوي من مش موضوع اسهل هي موضوع انه مع نضيف شي مع هو موجود فيها بشكل تلقائي. بعض الحركات احيانا اسهل انه الواحد يساويها من التقويم التقليدي لان اذا بدا يساويها بالتقويم التقليدي بدا اجهزة اضافية او اضافية خصوصا او تحريك الاسنان نحو او نحو الوحشي التقويم التقليدي بيحتاج عادة اجهزة اضافية اسهل يصير من غير باعتبار الاسنان موصولة مع بعض بطريقة مختلفة ممكن يعتمد على بعض الاسنان لحتى مندفوش باقي الاسنان اه نحو الوحشي. طبعا هذا معكم في نعمل كتير بنهاية هو نفسه اه متل ما في فعل للقوة باتجاه الوحشي او في رد فعل باتجاه الميزيل ممكن نصير بس عادة الى حد ما اسهل من اه غير انه مع احنا محتاجين اجهزة اضافية احيانا صعب تعمل بمجرد يعني بس بالبراكتز والوايرز اللي مركبه من غير الجهاز اضافي. اه حالات العضل مفتوحة او ال اوبن بايت اه بالكلير اللاينر احيانا بكون اسهل بكتير بسبب انه في عنا الانسايزرز كنترول من البداية مع عنا البروكينيشن اللي بيصير كمان الميزة ثانية انه سماكة البلاستيك بين البوستيررزي تعمل لي فعل انتروجي على البوستيررزي نعم بنعرف انه الانتروجي طبع البوستيررزي بيسهل عملية اه 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 بسيطة tap off the pipe او اقوة تجاه الاختبار هلا بنجي الميزات اللي بيقدمها عالم الديجيطال بقه بموضوع تقويم الاسنان باعتمد بشكل كتير كبير على على الديجيتال اللي منعتمد عليه لحتى نصمم الحالة او نصمم هذا بقدم لي ميزة كتير فريدة لهي انه اقدر اعمل فيني شوف العلاج كيف ممكن يمشي ب سيناريوهات متعددة فيني شوف اذا مثلا كنت محتاج هل اعمل اي بي ار هل اعمل اكستراكشن هل مجرد توسيع بيكفي وكيف تقريبا الشكل التقريبي للنهاية هيكون من بداية العلاج قبل حتى ما ابدأ كمان يعطيني حسب قوة السوفتوير طبعا يعطيني امكانية حرك الاسنان بالطريقة اللي انا بديها عمل هاي امور بالانالوج ارثو دونتكس او بالبايسز احنا كنا نعتمد كتير فيها على ايماجينيشن تبعنا او لما نوصل لمرحلة نعمل هال هالفينيشنج تويكس او لحتى الواحد خليني يقول يحسن او يوصل لاحسن ترتيب او صفة او ازا كنا بدي عمله من بداية كنا نعمل لما كنا ناخد ونعمل وبعدين نعمل مرة تانية بالواكس بالطريقة اللي بنيها اللي يشتغلوا بالرزيدنسي تبعه التقميم يعرفوا ادش الموضوع صعب بينما لما تعمله هو فن وبنفس الوقت هو سهل وسريع انا كنت محضر هون اه حالة دس خليني اتأكد انه هم تطلع عنكن اللي بقصدق بالا كيف الواحد ممكن يشوف سيموليشن ل او وقدر تخيل الشي هاد من البداية اه حالة مثل اللي عم نشوفها عنا على يمين تمام اه حالة صنف تاني او مع الكراودينج الموجودة فيها مع سوبر ايروبشن تبع اه للأبر انسايزرز حملت فيها كزا سيناريو لحتى تشوف افضل طريقة علاج للمريض اه شفنا طريقة بس او alignment اه او distalization للتيث لحتى نصلح مثل ما شايفين او treatment option تاني يلي كان فيه طبعا ركزوا على الجزء اللي على اليسار على الشاشة اه نحكينا على distalization او extraction لبري مولر ونشوف كيف ال space بتتسكر وكيف العلاقة طبعا الاسنان فوق تحت تكون وادش هتاخد وقت تقريبا وكيف شكل الاطباق بالنهاية او حتى واحد يعمل simulation لل treatment بدون حل distalization او extraction بس مع bite jump يعني بيتخيل وانه اذا صار bite jump الاسنان تحركت كيف الاسنان او العلاقة بين الفكين رح تصير بالنهاية اه مثل اللي حنشوفها هلأ اخر شي تمام مثل هاي الحال اللي عم simulation الاخير حاطين فيها class two elastic وعم اتخيل انه كيف بنهاية العلاج اذا صار هال effect تبع class two elastic كيف الحلاقة بين فوق تحت حتكون المغزى او الهدف اللي عم نقصده من كل الحالات اللي عرضت او الحال اللي عرضت بكذا سيناريو انه بيكون عند الواحد امكانية يعمل simulations على الكمبيوتر عن طريق السوفتوير لكذا treatment outcome بيصير عنده فكرة تقريبية كل treatment plan كيف حيكون الشكل فيها outcome وبيقدر يختار خطط العلاج الافضل لمريضه طبعا والاحلام هيك انه هو بيقدر يشاركها مع مريضه ومريض بيكون جزء من خطط العلاج وبيكون شريك ب خليني خطط العلاج دائما المريض لما يشوف ويعرف لون رايح بيتحمز اكتر بصير عنده motivation اكبر وخصوصا الكبار والأدلتس هلأ حكينا على الميزات تبع الكلير علاج خليني نحكي بقى على مساوئ الكلير علاج او الدس او بانتش تبع الكلير علاج اول واحدة هي انه بانشاء كونه بانشاء هي حكينا عنا انا عم بحط اكتر من خمسين بالمية من التحكم بايد هذا الجهاز مصمم انه يلبس لفترة معينة اذا اللبس الامور بتمشي متل ما هي مخططة لها متل ما هي مبرمجة اذا ما اللبس اكيد اذا هذا الجهاز محطوط بالعلبة بالبوكس تبع او محطوط على الطاولة اكيد ما رح يشتغل فهي سيئة كبيرة بالنسبة لي على الاقل محتاجة اللي بيعتمد عليها العلاج قديش هذا الموضوع مهم جدا مهم الفرق بين مريض بتعاون معك ومريض ما بتعاون معك كتير كبير بين ناجح وتريتم فاشل يعني هذا العامل رقم واحد انا صرت اعتبره مجرد ما الواحد وصل لمرحلة عنده الخبرة يتعامل مع كيف المريض هو اللي حيكون الفيصل انه هالكيس حتمشي ولا ما رح تمشي هالكيس حتنجح ولا ما رح تنجح السيئة التانية هي موضوع التكلفة التكلفة عادة اعلى من تكلفة التقويم العادي بالنسبة للعيادة بالنسبة للأوفيس اللي بتصير بتحملهم لانه في فاتورة معمل او فاتورة سواء كنا عم تشتغل مع شركة كبيرة او غيرها او كان حتى عم تساوي باللاب عادة تكلفته اعلى من مجرد التقويم العادي التقليدي فهي بتخلي تكلفة الحالة على عالية وبالتالي بترفع الفيز او الرسوم او تكلفة العلاج حتى عالمريض نفسه هلا نجي عالنواحي العلاجية اه في حالات او في اشياء صعب تحقيقة ب صعب التعامل معه اه هذا الشي بنشوفه ان شاء الله بس نتقدمه شوي بنحكي عن الحالات والعلاج وكيف نتحكم بالحركات اول شي صعب الواحد التعامل معه خصوصا التحكم فيه بالبلاستيك صعب اه محتاج اه اكتير خليني يقول وتخطيط صحب البيوميكانيكس لحتى يمشي واحيانا كتير محتاج حتى اشياء تضاف الى لحتى الحركة هاي الواحد يدري يأخذها بشكل تقريبا شبه مستحيل تصير بالكتير محتاج اكسلاريز اذا كان منساوي ها بكتير محتاج اكسلاريز ازمح او 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 الواحد يعمل ابل ما يبدأ يعدل ايشي تاني او او هدول صعب انه يتعامل واحد معه مو مستحيل لكن صعب بده تعاون كبير المريض و بصراحة اسهل بكتير واحي يتعامل معها من انه يتعامل معها بال طبعا اكيد بتضيف بعد تاني على الحالة حالات شديد او الازحام الشديد بالاسنان وخاصة الحالات اللي بتطلب العلى الاسنان بيكون فيها صعوبة بالتعامل مع بسبب انه تحقيق تبع الروس او توازي جذور اثنان اغلاق المسافات اصعب بالكتير الان كمان او الاسنان المنحصرة مثل كمان فتح مسافة لها وتحكم فيها لتطلع الارتش اصعب من ما نعمله مع البرايسز اه مالها مستحيلة لكنها اصعب كتير ويمكن احيان تكون مالها وورث انه الواحد يجرب يساويها بالكلير ويصعب على حاله وعلى البيشن تبعه من مساوئ الكلير كمان انه فيها بيكون صعب هم تعودين دائما الفيز الاخير من البرايسز الفيز الاخير من انه هو سواء كان بيطلب الى اخره حتى نقدر نحاق او العلاقة الاطباقية الصحيحة المثالية لهذا المريض هذا الشيح بيكون كتير صعب مع ال لأسباب كتيرة اهم شي من يشوفه بال بنهاية العلاج بعد ما تنتهي الترتيب هو او عدم او له اسباب كتير ما هو سبب واحد كتير كنا نعتقد انه السماكة تبع البلاستيك او سماكة نفسه تولد قوة او تغرز الاسنان والسماكة هي اللي تفتح العضة الاخير هذا سبب لكن لستة الاسباب التي تؤدي الى خلني نقول بنهاية العلاج هي لستة طويلة وكل واحدة بتعامل معها مختلف هذا الشي كمان عمل خبرة بالعاف في دور عمل مثل اي شي يعني بطب الاسنان ولا بتقويم الاسنان كل ما واحد اشتغل لفترة اطول كل ما صار في اشياء بيتعلمها هو من نفسه اكتر وبيصير عنده قدرة يتجنبها او يتعامل معها بمقدرة اكبر كمان نفس الشي بالكليل الاسباب كتير وكل سبب التعامل معه مختلف التعامل معه لما يصير او تجنبه بالاساس اذا صار من قبل ما يصير كمان التعامل معه مختلف حسب الحالة نفسها هلا خلينا نرجع نشوف البروسس تبع شو هي تبع خلينا نقول الحالة كله ياتا اذا الواحد اعتمد او قرر يشتغل او اه بده يشتغل الحالة كيف البروسس هي بتمشي من البداية اه كله عطنا بنعرف انه البداية بتكون باستشارة المريض بيجي بيشوف الطبيب بيعرف شو مشكلته ليش هو جاي عليش عم يدور شو طموحه بالحالة وبناء عليه بيقرروا اه بيفوتوا بها العلاج او لا بيشرح له عن موضوع وصير بيعرف اذا كان بده يستمر فيها او لا احيانا بهال عصر اللي عايشين فيه وبالفترة اللي عايشناها تبع في كتير من الاستشارات خصوصا بالكليل ممكن تصير ممكن يكون عن طريق الانترنت بيسمع منه وحيانا ممكن يروح على ويعمل والطبيب يشوفه من مكان تاني مختلف الخطوة التانية اذا ابتدت العلاج هو انه الطبيب يبلش ياخد المحتاج لحتى يساوي الحالة تبعه او تفضل يكون بيقدم كتير ميزات للعلاج بالكتير او انه العادية اللي حت يقدر يحصل على طبعة دقيقة او موديل دقيق للأسنان مجرد ما صار عنده دول يابيبعثون للشركة متعامل مع شركة متل او 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 حتى بعدين عن طريق تبعه بيدخل بيسجل حالة بنحكي كمان ان شاء الله بتفصيل كيف الواحد بيعمل مجرد ما صار في بيفتحها عن طريق السوفتوير السوفتوير لحاله بحر بده الواحد يحكي عنه كتير وصير عنده فكرة واضحة بيشتغل عليه كيف يصمم حالته عليه بعد السوفتوير اه صمم الكيس بيعمل تبلش مرحلة التصنيع اه بعد التصنيع بتنبعت الكيس على بها المرحلة هاي بجرد موصلة المريض بنعطها الموعد اول موعد هو عادة بيكون تتركب مع الخطوات الأولى انه يعمل مع احيانا بيكون حسب الحالة او بعدين بيسلمو على الجدول في ناس بتغير كل اسبوع ناس كل عشر ايام اه بعدين بيصير بيشوف المريض على فترات معينة بس لحتى يعمل كنترول كيس بيشوف ازا كانت الحالة ماشية متل ممفروض لأسنان عم تتحرك متل ما هو مبرمجلة ازا كان هادا الشي مشي كل شي تمام بنهاية العلاج ازا كانت النتيجة مرضية نهينا العلاج فكينا ركبنا ازا وصلنا للنهاية النتيجة مالة مرضية ندخل بفايز اسم ناخد جديدة سواء او ونرجع من عيد نعمل جديد وتصنيع جديد طبعا اكيد ما هنكون نبدأ من الصفر هالمرة لكن عادة مرحلة هي متل مرحلة بس باعتبار الكنترول موجود عنا بالعيادة موجود عنا بين ايدنا نقدر نعمل التعديلات ع التشير فمنساويها على التشير بالكلير محتاجين دفعة جديدة من الالاينرز بنقدر نعمل الفينيشينج هل بيبقى سؤال كمان مهم نجاوبه انه كيف بتشتغل الكلير الالاينرز بالاساس او كيف الهندسة تبع حالات الكلير الالاينرز وكيف الواحد بيتعامل معها في ثلاث عوامل وعناصر اساسية مهمة لها الاولاني هو السوفتوير نفسه اللي فيه بيصير الماجيك بسميه او السحر بيصير فيه الخطوات السناكي بحث تتحرك بستيج اه اه كلها الامور هاي بتصير على السوفتوير هذا بحر بنا نحكي عنه بشكل منفصل في جزء الثاني هو الدزاين تباحها اماكنها اشكالها وتركيبها داخل على اسنان باوقاتها وفي العامل الثالث هو اللي بتصنعه الشركات ولي انها بيختلف من شركة لشركة بتختلف المادة تبعه بيختلف الفلكسيبليت تبعه الالاستيسيتي تبعه اه قديش عنده قدرة اه قديش ممكن يضل يطبق على اسنان من غير ما يصل له فتيق طبعا في بين كل هالعوامل هاي كل العناصر اللي حكيناها السوفتوير والبلاستيك هدول مرتبطين ببعض ومتاخرين بشكل اساسي لكن هاي الفكرة الاساسية تبع تركيزنا نحن كأطباء دائما بيكون بين السوفتوير والاتاتشمين وكيف تركيبهم اكتر من البلاستيك نفسه باعتبارها جزء خاص بالمعمل او بالشركة اللي بتصنعه الالاستيك نفسه يحرك الاسنان بطريقتين يا اما عن طريق الضغط على الاتاتشمين نفسه دور الاتاتشمين وهذا بنحكي عنه كمان لانه هي عبارة عن بحر او مجال كبير بالكليل الواحد يحكي عنه ودور هون وكيف الواحد يختارهم على اساس يحطهم فجزء من الحركة بيكون هو التفاعل بين الاتاتشمنت بين الالاينر نفسه أو احيانا بيكون في تطبيق لقوة بشكل مباشر من البلاستيك على السن بشيء منسميه هو عبارة عن مثل اللي شايفينه هون أو انخماص جوه البلاستيك بشكل مثل انقطبضات احيانا بيكون في جزء بتطبع عن طريق الاتاتشمنت جزء عن طريق البرشير بوينت لحتى حقيق بعض الحركات مثل الروتيشن الحركات بتختلف وتطبيق الحل القوة على الأسنان بيختلف حسب الحركة حسب المال اكلوجين حسب الستيج حسب أمور كثير بتفرق وهاي كمان نشوف بتفاصيل ان شاء الله طيب شو هي العوامل واحد محتاجة لحتى يقدر يعالج بكلير اللاينر لحتى اذا بدي ساوي كيس او كيف ممكن يبلش بالموضوع هذا الجزء الاهم هو محتاج العلم والمعرفة بأسس التشخيص والتخطيط للعلاج لانه هذا الشيء مهم سواء كان كنا عم نحكي عن تقويم تقليدي عادي او كنا عم نحكي عن تخطيط للتريتمينت مهم متل ومثل يعني سواء كان مهم بدرجة كبيرة بيكون اهم احيانا شوي باعتبار انه كل شيء بيتخطط له سلاف فلازم يكون قادر يعمل تبعه صح من البداية لحتى تمشي تبعه بشكل سليم الثاني بده معرفة بأسس البيوميكانيكس او الميكانيكة الحيوية كيف الاسنان بتتحرك كيف تطبيق القوة على الاسنان لحتى تاخد حركة متوقعة تحريك الاسنان بالبريسز الى حد ما بيختلف شوي باعتبار ان القوة بتطبق من مكان مختلف على الاسنان كمان هون لازم يستوعب كيف تشتغل كيف بتطبيق القوة على الاسنان وبناء على بقدر يتوقع الاسنان كيف ممكن تمشي مجرد انه عمل ديزاين للكيس او لل ديجل تريتمن على السوفتوير الكيس مهم اختيار الحالة الصح اختيار الحالة بيعتمد على كتير شغلات اختيار الحالة انه اول شي هي من الحالات اللي ممكن تتعالج بكتير الانيرز بسهولة اللي ممكن تعطي نتيجة حلوة بكتير اللي هي ضمن الخبرة الممارس واللي كمان المريض من النوع اللي حيتعاون بتريتمن مثل هاي وينضبط بالتعليمات ويعطي نتيجة حلوة بالنهاية اختيار الحالة له عدة جوانب وليس فقط جزء منه الشخص نفسه يتعالج هو جزء المريض نفسه الطبيب نفسه كمان باختيار الحالة مدى خبرته انه يتعامل مع حالات معينة ب اكيد الواحد ما بتوقع انه اول ما يبلش فيها يبلش بحالات صعبة محتاجة تعديلات كبيرة بكذا يعني نقول نتعامل مع مشاكل بالمستوى الساجتة مع هوريزونتل بنفس الوقت كل ما بسط على حالة بالبداية صار عنده شوية احساس كيف تشتغل الخبرة فيها بقدر بقى ياخد حالة اصعب المرة اللي بعدها وهكذا الحد ما يبني الخبرة تبعه طبعا اكيد من اختيار الحالة التعاون المريض او خلال العلاج جزء كتير مهم هلأ سؤال كتير مهم وبنسأله دايما اللي هو شو هي حدود العلاج بالكتير الفترة الماضي من يمكن اللي كم سنة هلأ مركز كتير عن موضوع بالكتير والمحاضرات اللي بحضرهم والسيمينار والآخر وحتى بالحالات اللي اشتغلتم اكيد في حدود معينة لكن متل ما قلت عم بحكي قبل شوي مع بناء الواحد خبرته ودراسته اكتر للبيوميكانيكس واستيعابه كيف بتشتغل ومعرفته بالسوفتوير اللي بيشتغل عليه كيف بيشتغل صحة الممكن تكون مالة محدودة وخصوصا اذا استخدم مع لحتى يعالش خاصة او هدول كلهم بيساعدوا ان الواحد يحصل على نتائج اكتر كل الحالات اللي عم تشوفوها هلأ هي يبان حالات كلها تعالجت بكلير بمشاكل مختلفة بمشاكل مختلفة كل نوع من او كل مالوكلوجين له تحدياته له مشاكله اه له طريقة تفكير مختلفة له طريقة تشخيص مختلفة او طريقة ابروتش مختلفة بالعلاج لكن بشكل عام مع عدل حالات الليلت انه صعب مثل اه الابريتين والمولرز والمباكت التيث الافق او المستابلة مفتوح انا دايما بشبهها بالموبايل او اجهزة الموبايل كيف كانت من 20 سنة وكيف صارت هلأ نفس الشي اي شي ديجيتال تقدر تتخيل انه ما له حد بموضوع التقدم وموضوع التطور اه وخصوصا انه هون في زكاء اصطناعي هم يشتغل فيزالاين تعتمد كتير على الزكاء الاصطناعي بمعنى اخر انه هن بياخدوا الداة يلي بيحصلوا عليها اثناء وبيحللوها وبيشوفوا شو يشتغل معهم وشو ما يشتغل وليش وعلى اساسه بيطوروا المواد تابعهم بتطوروا التارجمين ستيجين والميكانيكس والسوفتوير فالحدود بتصور الله اعلم كيف حيكون شكل بعد 10 سنين او 15 سنة انا دائما برجع بتذكر كيف كان اول ما بلش بال99 اه انا اول بحالي اشتغلت او يعني انا اول ما شفتوا انفيزالاين شفته اثناء دراستي بفرانسا كانت بحدودة 2002 اه اول حالي اشتغلت انا بيدي كانت بال2005 واخر 2004 اول 2005 وكان موضوع تاني مختلف الشيء تاني البلاستيك او نفسه شيء تاني غير اللي عم نشتغل فيه هلا فالمجال مفتوح اه وكبير هاي كانت مقدمة بس تعارف بس اه بموضوع الكتير اللاينر هلا لحتى نقدر نمشي مع بعض بهذا الموضوع ان شاء الله يعني اشتغلوا فيها ومحتاجين يعرفوا وفي ناس يمكن ما اشتغلوا فيها نهائيا وما عندهم خبرة فيها وفي ناس يمكن ما اشتغلوا او ما عندهم خبرة كتير بالتقويم فرح نحن هنبلش بالاساسيات اساسيات التشخيص بالتقويم اللي حتساعدني اللي حتساعدني اللغة اللي حنحكي فيها بعدين حركز فيها اول فترة يمكن اول محاضرتين او ثلاثة فيمكن تكون اصلا معلومات مكررة او مكررة لبعض الاخوان او اللي عندهم شوية خبرة بس ممكن تكون مفيدة للبعض حركز فيها على التشخيص التشخيص اللي حتسا رجع راجع بعض الكونسيبت اللي بتهمني لحتى نقدر نلاقي لغة الحوار السهلة بعدين حنحكي عن مبادئ الميكانيكس او الميكانيكة الحيوية بالتقويم بعدين حنحكي عن الخاصة لانه ازل الواحد فهم كيف او كيف بتشتغل هيصير بقى يسهل علينا موضوع كيف نفهم كيف نصمم الحالة على السوفتوير كيف نحرك الاسنان حنحكي عن كيف الواحد بياخدهم كيف يبعض الحالة كيف عن طريق الوابسايت ممكن يعمل سبميشن الكيس لحنقضي وقت منيح نحكي عن السوفتوير لانه السوفتوير هو اللي بيصير فيه او ك اخصائي تقويم او دكتور بيشتغل ب لازم يعرف كيف يصمم حالاته على السوفتوير وما يعتمد على خطط العلاج اللي بتنبعت له على او من الشركة او التكنيشن او اللاب او اي ان كان بالنهاية الطبيب هو المسؤول عن انه يعرف كيف الاسنام تتحرك مو مسؤول كيف بده الشكل انها يكون هو اللي بقدر يعرف اذا الاسنان حتتحرك بهالشكل او لا هو اللي بيده كل شي فمعرفته لما بادئ كيف يتعامل مع السوفتوير كتير اساسية لحتى يعرف يشتغل الجزء اللي له علاقة بال صراحة هو جزء بسيط اغلب احيان هو شغل مساعدات صراحة يعني هون بامريكا المساعدات اللي بيحط الاتتاجمنت هنا اللي بيأخذ الريكورد هنا بيعمل سكان هنا بيحط الاتتاجمنت وهنا اللي بنطف بعد ما تخلص الكيس الدكتور دوره يعمل الديزاين على الكمبيوتر ويعمل او او اذا كان موجود غير هيك الدكتور كله هو بساوي هنحكي بعدين على الاشياء اللي اللي مساوية بالعيادة نحكي كمان على بتبار شوي مختلف وبعدين هنحكي على كيف واحد يعمل هنحكي عن كل هالامور هاي نحكي عنا ان شاء الله مع الوقت فمنبلش بال بال بايزيكس ان شاء الله ومنخلص مع بعض بالاشياء الاكتر حسب الامور ما تمشي حسب الهمة تبعكن والنشاط وحسب ما يسمح الواحد فيه واذا الله اعطانا طولة العمر بتمنى ما اكون طولت عليكم وما نعاست كون ما نييمت كون بها ال السريعة اذا في اي اسئلة او استفسارات بصرني اني جعوب كون عليها وان شاء الله ت نلتقي سوى الاسبوع بعد القادم حسب ما نشوف الاخوان حسب ما يكون التنسيق مع الاخوان اللي مسؤولين عن الجروب ومنحط لكم ان شاء الله الاعلان او منذكركم بملتقان الجاي شكرا لكم شكرا لانكم عطتنا المجال نجتمع معكم وتسمعونا يلي عنده ليلة حالكم تصبحوا على خير ويعطيكم العافية يلا السلام عليكم ورحمة الله ان اعجابك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات كي يصلكم كل ما هو جديد ومشاركة هذا الفيديو مع اصدقائك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته